بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة القرآن بين هجر أصحابه وكيد أعدائه العنوان دي لها الحلقة هذه القرآن ميزان الرفعة والضع ميزان الرفعة ولا الذلة معنى أن الإنسان أصبح وضيعا في قيمته تقول للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي روح أن الإمام مسلم في الصحيح دياله عن عمر رب العقل الخطاب رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ما استغربوش لشنا الأمة دياله مليار وثمانمائة مليون القيمة ديالها طائحة نعرفو فين كين الخلال كيف علاقتك مع القرآن من خلال تحليل حلاله وتحريم حرامه إذا كنت يعطلت قرآن القيمة دياله رغد يرفع القيمة ديالك إذا ما أعطيته شيء قيمة لهذا صلح ديل الأيوبي رحمة الله عليه اللي يفتح الله على يديه بيت المقديس اللي كانت سنين وهي في يد الكفار تيكون في الليل نايد وتيدوز في تروت الآخر من الليل حتى يصيب شيء وحدين نايدين تيقوموا الليل وتيقرأ القرآن تيفرح وحيث تصيب شيء وحدين ناعدين ما تيقرأ القرآن تيقول من هنا نؤتى من هنا فشوف أنت أيها المؤمن والله زوج التي قلنا وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا فين وقيم الليل فين هي الصفات عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقيما فين هي الصفات المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فين هد شهادة كانوا كما قال سيد ربي في صورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بش يدعون هد شهادة بالقرآن لقال فيه سيد ربي سبحانه وتعالى يا أيها المزميل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيله إنا سنلقي عليك قولا ثقيل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيل المكان دينا رهينة بمكانة القرآن في قلوبنا بمكانة القرآن في مجتمعنا بمكانة القرآن في مقراراتنا الدراسية بمكانة القرآن في أسرنا حيث تكون القرآن عنده هذا المكان وأبشير بهذه الأمة هي اللولة في الدنيا كلها ولكنها جرينوا ونشدوه ونبوسوه ونديروا في أحد الأشكال منوعة ومزخرة فما هكذا أراد الله بالقرآن أن يكون أراده أن نستنير به في حياتنا وأن نكون نبراسا للعالم بالقرآن نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر